انفلت عقال الصبر الامريكي فتقرر شن العدوان وفي خضم الفوضى وقعقعة السلاح يكون تمرير الخطط اكثر جدوى شيع جثامين شهداء العدوان الامريكي بازاء بوابات السفارة الامريكية تلاحقت الاحداث بسرعة وانفرط عقد السيطرة على مشاعر المشيعين نصبت خيام الاعتصام وجرت محاولات اقتحام مقر السفارة فيما عمدت اعداد اخرى الى اشعال النيران في اسوار المبنى وابراج المراقبة والى تخريب بعض اروقته الخارجية القسوة برد الفعل الامريكي كانت في تصاعد غير عفوي والهدف استثمار ما دار ويدور عمد الامريكيون الى تعليق الاعمال القنصلية لسفارتهم ثم الى استدعاء قوة خاصة من 100 جندي نقلت بالمروحيات الى مقر السفارة وفيما كانت الطائرات المروحية المقاتلة تجوب سماء المنطقة الخضراء استدعيت قوات اضافية من قواعد في العراق للدعم والاسناد اضافة الى انباء عن تحرك قوة كبيرة من قوات نخبة المضليين من احدى القواعد الامريكية متوجهة الى بغداد كثف الامريكيون مهم الطائرات المروحية من دون ادنى دليل على تنسيق مسبق او تصريح من القيادة العراقية ثم وسعوا مضمار الطيران ليشمل سماء العاصمة وقد اتخذت طائرات الاباتشي المذخرة وضعيات قتالية وبعلو متفاوت وواضحة كانت رسائلها نحن لا نثق بقدرات القوات العراقية وولائها وبعثتنا ليست في امان وهي مهددة من فصائل تتبع طهران يعجز جيشكم عن التصدي لها التحرك الاخير ينبئ بان العدوان الامريكي مرشح للتكرار مستقبلا فالامريكيون وقفوا على اعتاب صفحة جديدة في الصراع ولا يبدو ان الموقف الرسمي العراقي ينهض متصديا في حالة انقسام الحاد التي تعتر المشهد العراقي وليس من الحكمة اغفال اقدام الامريكيين على اتخاذ قرار باحتلال ولو كان جزئيا للعراق وان استخضر ضيق الرئيس الامريكي باكلاف الحرب وان اضيف عنصر السياسات المنتقدة للرئيس ترامب ومحاولات عزله وتنحيته لان قرار الادارات الامريكية على تنوعها بين جمهورية وديمقراطية يبقى محصورا فقط في التعبير عن سياسات الولايات المتحدة ومصالحها والنوبة في مسئوليات التحدي هي في الميدان العراقي الان وهي تحتم جزما ان يقف العراقيون ساسة وشعبة لردع انتهاك السيادة والزام التهور الامريكي حدوده في الميدانين العسكري والسياسي ورص الجبهة الداخلية وإلا فان انجازات المحور امام منعطف خطير عبدالله بدران بغداد الميادين